سند نيح قدر تعمل أحسن واللي حصل أعلى علامك العادة سامي 21 من 20 الكل يزقف لسامي برافو عليك الوحيد اللي جاوب سؤال البون الصح شكراً ميس برافو سامي يريت كل الصف مثلك بكراً بدي الورق كله موقع من ولي الأمر شو يا نيرد مين بيدرسك دروسك البابا ولا الماما شو بيعملوا هدول معك سندويش كمان أعطيني أشوف شكلها زاكي سند يلا 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 هيني جاي معلش تفقعوا لي هالورقة سبعتاش من عشرين ليش؟ وين راح الثلاث علامات؟ نتحان كان صعب كثير والكل خباص معلش ماما المهم عرفت أغلاطك؟ عرفت قلت لي صعب كثير؟ أكم واحد جاب علامة كاملة بدي أعرف ولا أحد أجاب علامة كاملة إلا سامي كالعادة مش معقول هذا الولد الله يحمي قدمه وشاطر وذكي صح هو شاطر وذكي والمسدامن بتمدحه بالصف والكل بنجلط منه بس اليوم يحرام شفت أولاد بتفشوه وباخدوا أكله وإنت شو عملت؟ شو بدي أعمل يعني؟ هاي الشلة مشكلجية وأنا ما بدي أبلش معهم وبعدين سامي مش من شلة صحابي بس يابا أنت مش لازم تسكت إذا بتشوف حدا عم بنظلم أو بنأذى معه حق أبوك حتى لو مش صاحبك كان لازم تساعده طيب معلش حتى يوقع ليها الورقة حشان أكمل دراسة لسه علي كثير واجبات تفضل شتحي لك المرة الجاي يلا شباب رح تبلش المباراة شو رأيك نلعب من الظاهرة سامي بذل الطابة ويت نظارتي أعطيني هادي مباراة كانت زاكية شو؟ زيت وزعتر؟ ولا كمية مرة قلت لك ما بحبه آه هلأ فهمنا سير ذكاؤه الزعتر عشان هيك لمعلمة بس بتهتم فيك وأهلنا بظلهم يعيرون فيك ليش ما بصير زي سامي؟ أنا خلفت ولد بفعمش ليش علامتك مش زي سامي؟ أعطوني نظارتي هلا ما تسمح له يعمل معاك هيك يا سلام من أين تا سيد سند؟ أبروح روح طير من قدامي أحسن ما وقف عندك ما بسمح لك تحكي معا بهاي الطريقة أعطيني نظاراته هلا ليه 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 لا ما تشد على حالك خد 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 ما تفكر إنك خلصت مني يا سيد سامي ماشي سند شكراً كتير ولا يهمك نيالك تقدر عليهم أهم إشي إنك تقول للمتنمر لقب وجهه وما تسمح لحد يأذيك إذا كلنا منساعد بعض منقدر نوقفهم عن حدهم شو رأيك سير تلعب معنا بالفرصة؟ يلا تعال وين صحابك؟ شكلك لحالك لحالي مش أسمح لك تهزيني وزا ما بتروح من قدامي رح أشكر عليك سامي في إشي؟ لا 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 كل شي تمام مش مهو معلمتنا بتضل تقارننا بسامي وبس بطلع طعطي كل الاهتمام لإله إيه؟ حتى أهلنا بيقاررونا فيه وبحكولنا ليش ما نصير أسكية مثله أنا متفقى معكم إنه المقارنة مش صح وهذا الشي كمدرسة رح نتعامل معه بس ما في أي إشي بيعطيكم الحق إنه تأذوا زميلكم لازم نعرف كيف نعبر عن مشاعرنا بالطريقة الصح خلاص ميس خلاص هلا رح نروح ناتذر لسامي ما تسمح لحد يأثر على تفكيرك أو نظرتك لحالك وإذا حدا حاول يأذيك بالحكي أو بالفعل ما تسكت له وقل له وقف ما رح أسمح لك تعمل هيك وإذا بتشوفوا حدا بتعرض لك تنمر مسؤوليتكم تساعدوا وتوقفوا جنبه إنتوا وصحابكم ولازم تحكوا للمعلمة أو لحد أكبر منكم عشان يساعدكم تذكروا إنه المتنمر مش قوي زي ما هم بيّن وممكن بتنمر لأنه حاسس في شي ناقصه ومش عارف يعبر عنه صح برافو سند وإنتوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير عشان نوعي الناس عن التنمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة